في المواجهة دوما وفي واجهة الحدث الامني تكون الرسالة المباشرة بسلاح الوطنية التي توحد اطياف العراق يعلن زعيم التيار الصدري على ذات النهج في رسالته الوطنية ان يكون العراق اولا واخيرا فوق اي اعتبار ديالة عراقية يختتم تغريدته التي تواكب تدعيات احداث ديالة تلك التي تؤكد من جديد ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة اعداء العراق من صناع التخريب والفوضى والدم فيرسل الصدر رسالة مباشرة لميليشيات تصنع التهريب والتباعية والارهاب ويدعو الاجهزة الامنية لحماية حدود ديالة من المخاطر لم يبدأ الصدر رسالته بطريق عابر انما كانت رسالته العابرة للحدود تحت عنوان الوطنية باسم السنة والشيعة ان هذا الوطن لا يباع ولن يبيعه احدا اما الطلب المباشر من القوات الامنية والتي تعمل باشراف وزارة الداخلية فطلب الانتشار السريع وتأمين الحدود ردا على كل معتدن يريد بالعراق ما فعل بديالة واكثر تحذير مباشر اعلنه الصدر عن جهات تحاول تأجيج نار الفتنة الطائفية في ديالة ليكون لسانه باسم العراق اخوان سنة وشيعة في وجه فتنة نائمة لعن الله من ايقظها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة